في كتابك انقلاب بقيادة مخبر وثقت نقلاً عن الوثائق السرية الأمريكية وكتاب الثورة المراوغة لروث فرست أنه بحلول العام 1964 كان ربع ضباط الجيش الليبي حضروا دورات عسكرية تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية بينما من أعضاء مجلسيات الثورة عبد السلام جلود عبد المنعم الهوني مصطفى الخروبي كل هؤلاء كانوا في الولايات المتحدة القزافة حضر دورة في بريطانيا وهنا علامات استفهام كثيرة وكبيرة بتدور حول الاختراق الأمريكي للجيوش العربية من خلال هذه الدورات وتأثيره على بعض وانتقاء بعض الضباط عبد الحميد البكوش قال إن هذا كان له تأثير كبير جداً على الجيوش والبكوش في مجلة الوسط في 1995 قال إن الأمريكان كانوا على دراية وترتيب وربما ترتيب مع الانقلابيين في ليبيا بقضية القزافة حتى أن البريطانيين هم الذين طمأنوا الأمريكان هم الذين طمأنوا البريطانيين وطمأنوا الفرنسيين عبد الناصب لم يكن على علم بانقلاب القذافي على الإطلاق ومايننا كيف أنه أرسل هيكل وفتح الديب من أجل استجلاء من هؤلاء الذين قاموا بالانقلاب ما طبيعة الضور الأمريكي بوضوح في الانقلاب الذي قام به القذافي على النظام الملكي في ليبيا في الأول من سبتمبر عام 1969 أعتقد أن الدور المناطي المجموعة المجموعة التي تصدرت وظهرت على رأس هذا الانقلاب لم يكن لها من دور حقيقي في الانقلاب إلا أشياء مسرحية وشكلية وظاهرية حتى يعطوا صفة لهذا الانقلاب بأنه انقلاب وطني وأنه ليبي أما كل ما يتعلق بهذا الانقلاب من تحضيرات كل ما يتعلق به من تحضيرات فتمت عن طريق الأمريكان عن طريق المخابرات الأمريكية ولا تنسى الحضور الأمريكي في ليبيا في تلك الفترة كيف كانت طبيعة وحجم الحضور الأمريكي في ليبيا في العام 1969؟ هائل أقل ما يقال يعني على مستوى شركات المخطة كان هناك 38 شركة مخطة أمريكية تعمل في ليبيا مستخدم فيها عندنا أيضا مركز الثقافي الأمريكي كان شيء طبيعي لها بحضور لكن بحضور ما تأخير المركز الثقافي؟ كل الدول لها مركز الثقافي؟ كل هؤلاء الأشخاص كانوا يتقصوا في المعلومات وكان هذه كل التقارير الأمريكية المفرج عنها والوطائق الأمريكية المفرج عنها كلها تشير إلى هذا أن كل موظفين هالي في شركات النفط كان لهم دور استخباراتي فيه بالإضافة طبعا عندك كتائب السلام هذا مشروع استحدثاته أمريكا من هذه السليم القوة النائمة استحدث في فترة الرئيس كندي وكان في ليبيا في تلك الفترة أكثر من 200 مدرس أمريكي يدرسوه في منتشرين في مختلف مدرس ليبيا في الجنوب في الشم في الشرق في الغرب في كل ايه ما فهم كتائب السلام؟ هذو مخابرات ظاهر الأمر أنه مدرسين يعني أمريكا عملت مشروع أن توفد مدرسين للمساعدة ونشر اللغة الإنجليزية لكن في الأساس كانوا خبراء يعملون لدى الاستخبارات الأمريكية هذا ما يسمى فيما بعد عريب فيما بعد بالقوة النائمة هذي اللي استعملتها اللي آمن هذا طبعا كله هو اللجنة العسكرية الأمريكية ما هي اللجنة العسكرية الأمريكية؟ دور التعاون بين الجيش بين القضايا العسكرية متعلقة بالجيش الليبي والحكومة الأمريكية ما حاجة الولايات المتحدة إلى أن تنقلب على الملك إدريس السنوسي والنظام الملكي في ليبيا؟ في الوقت الذي كان النظام الملكي في ليبيا يقدم للأمريكان كل شيء تكيد هذا السؤال في غاية الأمية وفي غاية لكن دعني أشير فيما يتعلق بهذه اللجنة العسكرية دائما هذي كان لديها ملف لكل ضابط ليبيا وكان لها رقم ثابت بروفه وبالتالي لا يستطيع أحد لأن في من بعد لما حصل انقلاب دعي بأن أمريكا أخذت على غرة لم يعلموا بهذا الموضوع بهذه المجموعة التي حضرت أمريكا دعت أنها أخذت على غرة في انقلاب القزاسي؟ يوسم نعم في أكثر من تصريحات مبكرة وفيما بعد أيضا أن أمريكا أخذت على غرة ولم تعلم بهذا الانقلاب أنا أريد أن أفهم شيئا والمشاهدون كذلك وأرجو أن يكون بشكل واضح كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي رتبت من خلال الوثائق والأدلة الكثيرة وتدريب ربع الجيش الليبي حتى ذلك الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية وغيره الضباط كيف أن الولايات المتحدة هي التي رتبت الانقلاب والذي قام برعايته بعد ذلك هو جمال عبد الناصر في اعتقادي والتقدير الخاص طبعا كون أنهم وجهوه إلى أو اتجه القذافي إلى عبد الناصر هل كان هذا القرار منه على سأنه عند توجه قوميا أنا أعتقد أن هذا مجرد غطاء للأمر لكن حقيقة الأمر هو الآتي أن هذا الانقلاب في مرحلة الجنينية مرحلة الأولى مرحلة التقطيط والإعداد كان برعاية أمريكية وكانت أعطاها كل الحماية اللي يحتاجها بعد قيام الانقلاب وطبعا كانت هذه كل الخطوات اللي قامت بها الأمريكا كانت طبعا محاطة بسرية كاملة بعد وقوع أو حصول الانقلاب كان الأمريكان على معرفة جيدة بقدرات الانقلابيين عارفينهم عنهم ما عندهمش أي قدرات قدرات متواضعة جدا بل لا تكاد تذكر مجموعة ملازمين استغلوا كبار قيادات الضباط مثل موسى أحمد وغيرهم من كبار الضباط هذه واحدة من الخدمات اللي قدمتها الأمريكي وهؤلاء كانوا ربما على علاقة بالأمريكي استغلوهم واجهة وسيطروا بعد ذلك على الدول نعود للموضوع على أساس أن رعاية الانقلاب الرائد الأمريكي للانقلاب يعرف أن هذه المجموعة الانقلابية اللي عددها في النهاية ستين فقط لا باعتراف ستين ضابط فقط لا غير ثم قدراتهم إمكانيات متواضعة لم يحدث أي شيء وحتى يعني الملك لم يرجع وسيطروا على البلد يفخر الجذافي بأن تنظيمهم لم يكن لها لجنة أمنية كيف تنظيم ما تكونش عندها لجنة أمنية ويقدم على مغامرة كيف هذه القيامة بالتأكيد كان هناك من يقوم له بهذا هذه واحدة من الخدمات المهمة المهم أن الأمريكان عارفين أن هذه المجموعة لو تركت الوحدة بدون رعاية من جهة ما ظاهرة لازم تكون هذه الرعاية ظاهرة لها وجود معسوس إذا كان لم تقدمها فسيضيح هذا الانقلاب سينتهي في خاصة إذا ذكرنا شنو المحاولات الانقلاب اللي حصلت في السبعين وواحدة السبعين هنردع ليه أنيج المحاولات أنا أعتقد أنهم وجهوا الأمريكان وجهوا الجذافي إلى أنه طبعا يعبر عن كل توجهات القومية وخط القومي وخط الطوري كل هذه الأشياء منذ مرحلة أنا لما تتبعت المرحلة اللي هي من 1969 وحد سبتمبر 3 سبتمبر ذهب محمد حسنين هيكل وفتح الديب وبعد ذلك كان هيكل يذهب ويأتي وبينما كان فتح الديب وصلاح السعداني العميد اللي أصبح سفير بعد ذلك في ليبيا مستقرين في ليبيا وكان هيكل يرتب كان هيكل يرتب للقزافي دروسة والأولى من خلال الخطبات الجوفاء والعبارات الطنمة التي كان يلقيها أنا لاحظت شيء وأنا أتابع هذه المرحلة أن الانقلاب في شهوره الأولى كان هشا للغاية جدا نعم ولو أن الملك عاد إلى مصر لكن عبد الناصر دخل على الخط وطلب من الملك أن يلجأ ويعيش في مصر هذه أحدى الخدمات التي قدمها عبد الناصر الانقلابي هذه أحدى الخدمات هو في نقطة هنا مهمة أن القزافي حينما قام بانقلابه كان هناك شخصيتين كبيرتين في الجيش الشخصية الأولى هي موسى أحمد والشخصية الثانية هي آدم الحواس آدم الحواس في معلومات تشير إلى أن كلا الرجلين وكان برتبة أكبر من القزافي بكثير وهما اللي ظهر في الوجهة بعد ذلك لأنه لم يكن أحد يعلم من هو الملازم آآآ معمر القزافي من عموم الشعب سعى كل منهما للقيام بمحاولة انقلابية هما الاثنين سعوا للقيام بمحاولة انقلابية ضد القزافي في 13 نوفمبر 69 يعني تقريبا بعد شهرين ونصف فقط من الانقلاب بعض الوثائق بتقول أن الحواز وموسى أحمد كان على علاقة وثيقة بالأمريكان نعم وأن الانقلاب الذي ضبره الأمريكان كان يضم جنحين جنح الملازمين والقزافي وفرئته وجنح موسى أحمد والحواز كضباط كبار هل توثقت من هذه المعلومات؟ نعم بالتأكيد هذه ثابتة هذه مؤكدة وجاعدة في يعني الأسف شديد حتى التقارير كانت تجيه للإدارة العليا في أمريكا الوثائق تقول أيضا أنه لو لموسى أحمد وأدم الحواز لفشل انقلاب القزافي نعم حيث أنهما قام بالدور الرئيسي في إنجاح الانقلاب القزافي مجموعة وجماعتها كانوا صغار الرتب ومكان هذه الرتب الصغيرة ما كانش تمكنها تمكنها من معرفة كثير من أوضاع الجيش صحيح كل أوضاع لأن الجيش له إدارة له أسلحة له قادة أسلحة مهما كان نعم وحدة من الخدمات اللي قدمتها أمريكا طبعا كانت في تلك الفترة قبلت 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 يقع اختيارها على مجموعة القذافي أنه هما يتولون يديهم غرزين في كل أركان الجيش طبعا ومدربين معظم الزباط وعرفينهم كل والقيادات طبعا مؤكد أنهم كانوا على علاقة بموسى أحمد وبالحواز وحدة من الخدمات الحيوية هذه من البدرين كنا أتمنى أن نوقفه عندها وحدة من الخدمات الحيوية اللي قدموها الأمريكان للمجموعة القذافي مش أنجح الانقلاب ربطهم بموسى أحمد وأدم الحواز في الستة أشهر الأخيرة وهذا السؤال اللي سألتها روث فيرست المؤلفة بتاع الثورة المراوغة سألت شنو الربط بين المنشكيب جمع اللي خطط للانقلاب كان يعرف أن هؤلاء الصبياء بتاع شماعة قذافي وصبيان مش حيكونوا قادرين لوحدهم أنهم يحقوا حد ما هو ده السر اللي الناس كلها بتسأل عليه إزاي مجموعة ملازمين نجحوا في القيام هذا أحد الأسرار هذا أحد الأسرار هو هذا هو ربطوا بينهم الآن بعد ما قام الأمريكان بترتيب العلاقة بين كبار ضباط الجيش الليبي وصغار ضباط الجيش الليبي اللي كان على رأسهم معمر القذافي وكانوا ملازمين كبار الضباط كان على رأسهم موسى أحمد وأدم الحواز وكلهما كان مقدما وزو قيادة كبيرة في الجيش هؤلاء كانوا على العلاقة بالأمريكان وهؤلاء كانوا على العلاقة بالأمريكان تم استخدام كبار الضباط ليكونوا غطاء للقذافي ومجموعة الضباط الصغار لتنفيذ الانقلاب حتى أن الانقلاب حينما وقع في الأول من سبتمبر ظل لمدة طويلة الشعب الليبي لا يعلم من هو الذي قام بالانقلاب حتى ظهر موسى أحمد وأدهم الحواز بعد ذلك في عمل وطمئنان عند الناس